في زمن التحولات والتغيرات التي تعيشها الشعوب العربية في ظل ربعها العربي ساعية نحو نيل الحرية بكونها أم القيم ومقدمة شرطية لكل نمو وتقدم منشود وضرورة تاريخية وليست طرفا فكريا وهو ما يجب التعامل معها كلا لا يتجزى وليس ربطها فقط بالموقف من الاستبداد الذي يبقى أصل كل المفاسد والمسؤول الأول عن الإحباطات المتلاحقة مفهوم الحرية بمضامينه الرائجة التي تعبر عن حاجة الإنسان الغربي للتحرر من استبداد السياسي والكنسي وما يدور في فلكيهما من الصعب توطينه في مجال التداول العربي والإسلامي إذ يصطدم بجملة من العوائق المنهجية والمعرفية بدءا من دلالات المفهوم نفسه وصولا إلى نظرة العرب والمسلمين الارتيابية للقضايا التي حملها هذا المفهوم ولتطوراته الأمة العربية حين تسعى للتحرر من دولة الاستبداد لبناء دولة المؤسسات تدرك أن الانتقال هذا ليس عملية سهلة بل هو انتقال صعب وعسير يتطلب زمنا ونخبا ووعيا كبيرا للمرحلة القادمة غياب الحريات من بين السيمات المشتركة في كثير من البلدان العربية مع التفاوت بين حالة واخرى حتى سجل استطلاع للرأي أجرته شبكة بارومتر البحثية نحو خمسين إلى خمسة وسبعين في المائة من السكان في بعض الدول العربية يرون أن بلادهم أقرب إلى الدكتاتورية وتحدثت منظمة مراسلون بلا حدود عن أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال المنطقة الأكثر صعوبة وخطرا على سلامة الصحفيين أما منظمة فريدوم هاوس فقد ذكرت أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سمرت أنظمتها السلطوية في قمع المعارضة وتبقى الحرية مجرد وهم إذا لم ينص لها دستوريا وأن يكون ذلك بعد توافق القوى المجتمعية الفاعلة والمتنافسة وإتباعه بجملة من القوانين التي تنقله من نص دستوري بارد إلى فعل حقيقي في وقع الناس يحظى بقبول اجتماعي ومن ثم لا تبقى النصوص القانونية المتعلقة بالحريات حبرا على ورقه ومنتجة للاحتقان الاجتماعي